في هذا الفيديو اللي هنستكمل فيه الدرسنا التاسع حوالين تطبيقات الحاسب الآلي باستخدام برنامج الاس بي اس اس النهاردة هنتكلم على ما يسمى تحديد حجم العينة أحد الأمور الهامة جدا اللي بتهم كتير جدا من الباحثين واللي بتمر للأسف علينا مرور الكرام في بحوثنا هي فكرة كيف تم تحديد حجم العينة كتير من الأفراد اللي بيحكموا منه يبقى 30 ولا أقل من 30 طب حجم العينة صغير حجم العينة كبير تأثيروا ايه على العوامل الأخرى وازاي حدد حجم العينة كل دي أمور مهمة جدا زي ما قلت للأسف بتمر مرور الكرام النهاردة معاكم استاذ الدكتور محمد حابش حسين استاذ الإحصائي والقياس النفسي والتربوي بكلية تربية جامعة اسكندرية ده ما بقولك عجبك الفيديو وعمل له لايك تعرف حد تستفيد بعمله شير في جمعية الأحوال واقع تنسى تعمل سبسكرايب بعد سلسة توصال لجميع فيديوهاتنا واقع تنسى الأهم من السبسكرايب والأهم من يعجبك الفيديو أسئلتك لأن الفيديو ده على سبيل المثال هو نتيجة سؤال لأحد الزملاء اللي كان بيسأل هو أنا ممكن أعرف حجم عينتي من خلال برنامج الاس بي اس اس سؤال خلاني سبت اللي أنا كل اللي في إيدي وخلاني أقدم الفيديو ده هو وكان بنسبته أن احنا مازلنا بنتكلم على اختبارته وحجم العينة يمكن أن يحدد في كل الأسليب الإحصائية وأنا حدق في الفيديو ده من خلال حجم العينة للصور المختلفة لاختبارته خلوني عشان مطولش لأن أحد عيوب فيديوهاتي العيوب الكثيرة إن منها أنا غير مرتبة وده حقيقي إن أنا كمان بطول في الفيديوهات لكن أنا لأن أنا بحس إن فرصة أن أتكلم معاكم طيب خلونا بس إن احنا نشوف حجم العينة كيف يحدد حجم العينة حجم العينة عشان يحدد له مجموعة من المتغيرات ومجموعة من الأشياء المهمة جدا لأن حجم العينة بيحدد من خلال حاجة اسمها الـ Power Analysis أو ما يسمى تحليل القوة في بعض الكتب على فكرة عنوانها كده Power Analysis وفي فصول في كتب في فصول في كتب عنوانها كده Power Analysis وحيحاول الفصل ده أو الكتب دي تحاول إنها تعمل اللي حقوله ده ولكن بصورة متعمقة بتحاول دايما إنها تعرف حاجتين كيف تؤثر حجم العينة على قوة الاختبار وكيف يتم تحديد حجم العينة إذا علمنا قوة الاختبار المستخدم يعني بتشوف دايما الإعلاقة ما بين هذين المتغيرين يعني دايما في علاقة وفي علاقة طبعا ما بين قوة الاختبار وحتى الأساليب الإحصائية اللي إحنا حنقدمها أو التطبيق أو الامتدات أو البرنامج اللي برنامج SPSS اللي حندمه النهاردة بيممكن يعمل الكلام ده ممكن تقوله أنا عايز أنا عندي حجم العينة هو طب قوة الاختبار يتبقى بكام وممكن تقوله طب لو أنا عايز قوة الاختبار يتبقى بكامة معينة حجم العينة يبقى مفروض بكام فالعلاقة ما بينهم علاقة قوية جدا يعني بسميها interaction effect طيب برضو عشان ما نطولش الفيديو تحديد حجم العينة يا جماعة وفقا للpower analysis بيتحدد من مجموعة من الأشياء أتمنى أن أنا نكون سيني نسيت حاجة مينة وأنا أتوقع أن حضراتكم لو أنا نسيت حاجة هتنبغوني لعب في تعليقاتكم وحصلح الفيديو اللي جاي أول حاجة عشان أحدد حجم العينة في دوق اللي أنا فاكره أربع حاجات قوة الاختبار ما يسمى test power test power مع قوة الاختبار دي من ضمن الأشياء المهمة جدا ودي بتتحدد من إيه؟ بتتحدد طبعا بقيمة معينة معروفة ويعني قوة الاختبار عن حاول أن نحن نوضحها لحضراتكم يبقى قوة الاختبار حنبقى نعرف يعني قوة الاختبار اللي هو test power ومفروض يبقى كام أو لتريتشارد قالت قوة الاختبار يبقى بحدود كام هنقول الكلام ده حجم التأثير أو بعض بيسميه حجم الأثر ده برضو من ضمن الحاجات اللي مهمة جدا في تحديد حجم العينة يعني حجم العينة ممكن يجبر أو يصغر وفقا لحجم التأثير طبعا إذا كنت لما عملتش درستي أنا لسه ما عملتش البحث بتاعي عارف حجم الأثر منين؟ آه ده كلام برضو هنجاوب عليه مع بعض حالا دلوقتي مستوى الدلالة level of significant أو الخطأ من نوع الأول أو مستوى الشك ما يكون لها كلمات مرادفات لبعض الشاطر اللي شاطر في لحظة عارف إن level of significant اللي هو مستوى الدلالة هو ده الخطأ من نوع الأول هو ده مستوى الشك اللي موجود فالlevel of significant إحنا برضو فيه اتفاق في البحوث الإنسانية أو في مجال علوم الإنسانية حوالين مستويات معينة دلالة الطرف واحد ودلالة الطرفين الone tail versus two tail test برضو دي من ضمن الحاجات اللي بتأثر في قوة الاختبار طب بتأثر عكسي سلبي طب أنا لو عايز حجم عينتي طب لو كانت حجم عينتي لو أنا عندي one tail test حجم عينتي هيختلف لو أن كنت عايز استخدم two tail test أيها طب حيتبقى أكبر ولا أصغر حنشوف مع بعض طب حجم التأثير إذا كنت بتوقع حجم تأثير كبير حجم عينتي محتاج حجم عينة كبير ولا حجم عينة صغير برضو الكلام ده هنجواب عليه طب مستوى الدلالة لو كنت عايز اختبر عند واحد من مية حجم العينة هيزيد لو كنت عند خمسة من مية ولا العكس برضو كل الكلام ده هنجواب عليه ياريت الصورة الزهنية تبقى واضحة لحضراتكم إن حجم العينة بيتحدد بأربع متغيرات وأنا منتذر تعليقاتكم الجميلة الرائعة اللي هي دايما بتصحح لي معلومات قد تكون موجودة عندي دايما حفكركم إن محدش يمتلك الحقيقة كلنا بنجتهد في التعلم ما بش حد كبير على النقد بش حد كبير على النقد بس أهم حاجة أن يكون النقد بأدب بأدب يعني وعد يكون فلكن إنك انت تنبين الخطأ طبعا ده دورت جدا يعني نحن لانا منتلك الحقيقة زي ما أنا قلت عنا كلنا بنجتهد في حدود الوقت خلينا عشان ما أطولش برض معلش أنا أرجع مرة تانية طيب نمسك واحدة واحدة كده قوة الاختبار قوة الاختبار إحنا عارفين إن تعريف قوة الاختبار واحتمال عدم قبول الفرد السفري عندما يكون هذا الفرد خطأ وده حاجة كويسة الفرد السفري مش هقبله وهو خطأ عشان كده بيسمون قوة الاختبار قوة الاختبار واحتمال إنه ما أقبلش الفرد السفري عندما يكون خطأ عندما يكون خطأ وده حاجة مش وحشة ده حاجة كويسة عشان ده ليس خطأ عشان كده ده ليس خطأ من نوع الأول ولا خطأ من نوع إيه من نوع التاني لكن لما يبقى خطأ من نوع الأول وخطأ من نوع الثاني بيبقى في حاجة غلط إننا أقبله هو خطأ أو أرفضه هو صحيح دي الأخطاء لكن عدم قبول الفرد السفري عندما يكون هذا الفرد خطأ أو بصورة تانية مثلا إننا نقبل الفرد البديل عندما يكون الفرد السفري خطأ ده شيء كويس وده اللي احنا عايزينه طيب كوة الاختبار بنربطها دايما وما بين الخطأ من نوع الثاني اللي هو إيه الخطأ من نوع الثاني بيديونه الرمز بيتا ما هو محدش طبعا في بحوثنا كلنا عارفين الـ Alpha Level اللي هو الخطأ من نوع الأول لكن للأسف الشديد شديد اللي هو بحوث كتيرة ما بتهتمش بالخطأ من نوع الثاني ولا حتى تعرف حجمه كام كله يعرف الخطأ من نوع الأول اللي هو ألفا ليفل لو ممكن يكون هم سم من 100 واحد من 100 أي وصحيح طب الخطأ من نوع الثاني بتاعك كام؟ طب لو إحنا زودنا الخطأ من نوع الأول يزيد الخطأ من نوع الثاني طبعا نتمنى نشوف حتى في امتحانات طلاب الدراسات العليا نسألهم الأسئلة دي ونكونوا أما فيهم دي وطعب ذهنهم ولا لا الخطأ من نوع الثاني يا جماعة اللي هو البيتا ده عبارة عن أن احنا طبعا هنعمل حاجة غلط يبقى عدم قبول الفرد السفلي عندما يكون هذا الفرد صحيح ما قبلهوش بالرغم أنه هو صح ده خطأ تمام؟ ده خطأ ولكنه ده الخطأ من نوع الثاني اللي محدش بيهتم بيه احنا كل اللي احنا مهتمين بيه الخطأ من نوع الأول طب بدأ علاقة الخطأ من النوع الثاني بقوة الاختبار العلاقة ما بينهم انها قوة الاختبار بتسوق واحد مقص فيتر خلي بيهك المعادلة دي من رغم ابساطاتها قوي إلا أنه مهمة جدنا لما اجا أقول لك طب قوة الاختبار في البحوص الإنسانية والبحوص الاجتماعية والبحوص اللي بتهتم بيه الجانب البشري اللي هو بساموه علومة السلوكية مثلا بيبقى بكام خلي بالا خلي المعادلة دي بقى بزينك وشوف بيطلع على بقول 8 من 10 او 80 من 100 معنى ذلك معنى ذلك ان انا مقول قوة الاختبار بالـ 80 من 100 يعني احتمال ان انا نقع في الخطأ من نوع الاول 20% وده خطأ مش شوية لكن زي ما قلت احنا للأسف لا انا هتم بهذا النوع من الخطأ ومهتمين او بالـ 5 من 100 والـ 1 من 100 وطبعا خلي بالكم ان الـ 2 ما هم مش علاقة ببعض يعني مش انا نقع في الخطأ من نوع الاول لو انا بقلت مثلا خطأ من نوع الاول 1 من 100 يبقى مع ذلك ان الخطأ من نوع الثاني يزيد او يقال لا 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 مش كدا مش كدا قاليني برضو ان احنا نشوف الموضوع ده بشأن من التفصيل كمان شوية يبقى قوة الاختبار بتسوى واحد نقص خطأ من نوع الثاني اللي هو الـ Beta وبالتالي يا جماعة اخلي بالكم لما انا اقول قوة الاختبار وده اللي احنا نتفع عليه معظم العلوم الـ Literature تقول قوة الاختبار اجاب قلت تقل عن 80 من 100 عن 8 من 10 وبالتالي البيتا اللي هو خطأ من نوع الثاني هيبقى 20 من 100 يعني احتمال النقع في الخطأ من نوع الثاني 20 من 100 فاكر حداك عن الخطأ من نوع الثاني ارجعك افكرك بيه تاني وهو احتمال عدم قبول الفرض السفري يعني بينما هو صحيح طبعا ده شيء بيبقى خطأ اكيد طيب لو رجعنا حجم التأثير ماذا حاجة تانية بتأثر حجم التأثير برضا أو حجم الأثر ده من ضمن الأمور اللي محتاجة فيديوهات لأن برضو للأسف ما حدش فاهم فكرته ايه فكرته ببساطة يا جماعة ان احنا دايما بنقول ان الدلالة الإحصائية الدلالة الإحصائية واحد من 100 وواحد من 1000 والكلام ده هو دايما بتتأثر بحجم العينة ولذلك بنقول ان احنا لو عندنا ايا كانت هزيل فروق صغيرة جدا يعني هيفة وتفهة وملهاش معنى ممكن اجعلها دالة إحصائية ان انا اكبر حجم العينة ده احنا دايما اللي بنقول كده وازاجة حجم التأثير أو حجم الأثر واتكلم علي ما يسمى الpractical significant دلالة تطبيقية وبالتالي بدأ يحطونا مؤشرات للدلالة التطبيقية تنتزع أو بتجعل الفروق بين المجموعتين التجربتين أو بين الذكور والإناس أو الفروق اللي محتمين بها لا تتأثر بحجم العينة يعني بنشيل حجم العينة من الحساب وبالتالي التريف شارز دي فيه كتب يعني فيه كتب كتيرة جدا بتقدم صور بطرق مختلفة لحساب حجم الأثر أو حساب حجم التأثير وطبعا كل واحدة من دولك لها كاتوف سكور لوحدها خاص بيها يمكن أنا اللي عطولكو ده جزء مثلا كوهنزي دي أو هيجيس جي أو أوميجا أو إيتا سكوير أو بايسيريال كوروليشن فيه طرق طبعا والبرشل إيتا سكوير بعض الناس اللي عارفين إيتا سكوير فخلي بالكم إن فيه طرق مختلفة لحساب حجم التأثير دي وجهة نظري اللي أنا مختنع بيها واللي موجودة في التريتشلز أي حد بيتكلم على تي تست للأسف الشديد للأسف الشديد تقدر يتكلم على حجم التأثير باستخدام إيتا سكوير مع إن اللي ميجي يفسر إيتا سكوير بيفسرها على إنها مقدار التباين المفسر والتي تست وبصورة المختلفة بيتم الفروق بين المتوسطات وذلك الإيتا سكوير والأوميجا ممكن إنها تكون صالحة جدا مع الانوفا اختبار تحليل التباين لكنها مش خطأ برضو خلي بالكشن تاخدوش كلامي تفهموا غلط مش خطأ لو أنا استخدمتها مع الصور المختلفة لتي تست لكن أنا بقول دايما هو أنت السؤال اللي بترحه ومو أنت لو أنت عندك بتقرن ما بين متوسط الزكور والإناس لو استخدمت تحليل التباين مش هيتطلع لك النتيجة وهتكون نفس النتيجة بتطلعها تي تست أيوة طب ليه بنستخدم التي تست؟ لأن ما يفصر على المستوى الأبسط لا يفصر على المستوى الأعقد إذا كان عندي حكاية بيفصرها تي تست ليه تستخدم تحليل التباين؟ عشان كده أنا بقول دايما وده اللي موجود في كوهن كوهن طبعا ده اللي عمل كتاب حوالين أحجام التأسير بصورة مختلفة هو اللي قدم لنا كوهن زي دي وفيه بعد كده تعديل لها هيتج جي واللي اتنين بينفعوا أو اللي اتنين مناسبين قوي قوي لاختبارته لأنهم بيعكسوا الفرق بين المتوسطات يعني ده هنوري لحضراتكم حالا يعني عشان بس ما طولش عجوزي ده لأنه قلت فيه أمور حجم التأسير في حالة اختبارته العينة واحدة ده مثال في كوهن دي كوهن دي بيبعبار على إيه؟ نقص متوسطة أو قيمة القاطعة على الانحراف المعياري الشاطر منكم فهم أنه لو بصر المعادلة دي بشوية تأمل هتحس إنها الدرجة المعيارية كأنك بتحول بتعمل درجة معيارية لفاكر الدرجة المعيارية بتسويسين نقص متوسط عن الحراف المعياري إذن هو بياخد الفروق بين المزكور والإناس أو بين الدرجة القاطعة والدرجة متوسطة العينة ويعمل لهم سكيل وزن وفقا للدرجة الانحراف المعياري بتاع الدرجات طبعا لأنا أتكلم على تهل عينة واحدة فأنا عندي متوسط العينة وعندي كمان اللي هو ما يسمى يا جماعة اللي هو ما يسمى خليني أعملكم برضو زوم لحضراتكم مع الجزء ده أيوة ده اللي أنا بقصده إن حضراتكم لو أنتوا بصين معي هنا كويس هتلاحظوا إن أحجاء المعادلة بساطة المعادلة بساطة بتتكلم على حجم العينة حجم متوسط العينة نقص الدرجة القاطعة على الحراف المعياري تشبق قوي الدرجة المعيارية ولذلك لما تاخد القيمة ديت هتبص تلاقي إن يعني كوهين قدم لنا درجات قاطعة لهذه القيمة اللي هي أنا من وجهة نظري هي معمولة أساساً عشان تيتست بالرغم إن أولايل جداً من بحوثنا اللي الأسف بيستخدمها أولايل جداً من البحوث اللي بيستخدم كوهين جي وعظمهم بيستخدموا اليتس كوير وأنا برضو خلي بالكم ما بقولش إنها غلط لكنها ليست المناسبة للمتوسط أسكت دي المعادلة بتعتمد على الفروق بين المتوسطات فإزاك هي مناسبة أكتر فنرجع مرة تانية يبقى إحنا دي الصورة اللي أنا بوضحها لحضراتكم طيب يبقى نرجع مرة تانية كده ويعني نرجع نكبر الشاشة مرة تانية يبقى إحنا كده وصلنا إلى كوهين جي ومتوسط لاينا نقص متوسط كذا على كده لو حبينا طب نقول الدرجات القاطعة بتاعت كوهين جي بكام طبعاً 2 من 10 وكلام زي ده هو 2 من 10 2 من 10 دي طبعاً قيمة صغيرة 2 من 10 دي قيمة صغيرة 5 من 10 قيمة متوسطة 8 من 10 قيمة طبعاً كبيرة احنا فقم عم فبحثنا خصوصاً في دراساتنا التجربية بنطلع بتلاتة واربعة بطلع قيم بسم الله ما ان شاء الله يعني اللهم لا حسد بنطلع حاجات عجيبة كده فقم لينا يعني لكن دي القيم اللي قدمها كوهينز لتفسير ما يسمى خليني برضو أعمل لحضراتكم زوم عليها تفسير ما يسمى أحجام التأثير وفقاً للمعادلة اللي هي كوهين جي طبعاً عشان كده بقول لحضراتك لو انت هتقول لي طبعاً عشان عارف حجم عينتي لازم يكون عارف حجم التأثير ايوه لو حضرتك متوقع لو عملت دراسات سابقة بسيت على الدراسات السابقة ولقيتهم انهم كانوا شغالين في نفس الارية بتاعتك شوفهم وصلوا حجم التأثير كام تقريباً واستخدموا طب لو مفيش وانت طبعاً جدت الحاجات اللي محدش عارف يوصل لها وده بحث جديد ممكن انت اعتمد قولوا اتوقع حجم تأثير متوسط حجم تأثير متوسط فتشوفهم كام او تقول والله انا خليني في حجم التأثير المنخفض ما يمكن يكون فانا عايز ان انا برضو تحط القيمة من القيمة الثلاثة دولار بس تبقى عارف ان حجم التأثير يعني له تأثير مباشر على حجم العينة طبعاً كل ما بيكون حجم التأثير للمتوقع صغير كل ما انت هكون متوقع حجم عينة كبير يعني كل ما بيكون عايز حجم يعني كون ما يسمى عندك حجم التأثير انت متوقعه من عينتك صغير فبالتالي عشان تكتشفوا محتاج حجم عينة اكبر فخلي بالكو ده حنوره لكم عملي برضو حنوره لكم عملي يبقى اذا احنا كده بنأكد على نفس الفكرة وهي ان لو كان عندي ان هو بهذا الشكل بهذا الشكل دي 2 من 10 فهي صغيرة 5 من 10 متوسطة وبعدين عندي 8 من 10 دي قيمة دي عبارة عن القيم اللي قدمها الكوهن دي اللي هو زي ما قلت برضو قليل من البحوث مثلا كله بيستخدم لانه مش عارف ان دي تتحسب ازاي ولو عرف دي بتحسب زي ما يبقى بش يفسرها لكن لو بفوق الكلام انا قلته ده كان ليك تتعامل مع دي على انها الفروق المعيارية الفروق المعيارية بين المجموعة التجربية والمجموعة الضابطة او الفروق المعيارية بين الذكور والإناس في المتوسطات والميتي تستمركزها عن المتوسطات فمرة تانية والتالتة بقولي كوهن دي هي الأنسب في حساب حجم التأثير تمام؟ هنرجع مرة تانية يبقى احنا عرفنا ازاي نحسب حجم التأثير وعرفنا مثال يعني وازاي ان انا اعرف حجم التأثير للبحث بتاعي لو فيه دراسات سابقة بص عليها لو حسبتش حجم التأثير ممكن تحسبه انت لو جايب يا قيمة تيفا ممكن تتحولها لحجم التأثير سهلة جدا وحنبقى نعمل برضو اكسيتينشن نعمل الكلام ده هوت باستخدام الاس بي اس اس ورابطه بالار او ممكن ان حضرتك تعمل حاجة تانية اجمل هو انك انت تقول طب انا مش عارف وبحث جديد فتستخدم المحاكات اللي قدمها لنا مين اللي قدمها لنا كوين لي طبعا لو هتستخدم حاجة زي ايتا سكوير يعني فطبعا لازم تستخدم محاكات اخرى لان كل افكت سايز له تفسيرات مختلفة بالنسبة لها طيب يبقى اذا نرجع مرة تانية واحنبقى نعمل فيديو حوالين ماجنتيوت يعني ازاي نفسر قيمة ما يسمى معامل كوين دي او مؤشر كوين دي طيب احنا كده عرفنا حجم التأثير وقوة الاختبار اللي جاي بعد كده مستوى الدلالة كلنا عارفين في العلوم الانسانية ده الخطأ من النوع الاول وده خمسة من مية او واحد من مية وده معظم البحوث لو انت هتختبر الفرد بتاعك على مستوى خمسة من مية يبقى طبعا تتوقع ان حضرتك لو هتختبر مستوى بتاعك عند خمسة من مية ده حيأثر على حجم العينة تمام عند واحد من عمية اكيد محتاج عمية عينة مختلف طب ايه علاقة ما بينهم اكيد 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 هنفهمها اكتر لو شفنا امثلة رقمية او وان تيل او تو تيل تاست طبعا ده يتوقف على الفرد بتاعك البديل الفرد البحسي وموجه او غير موجه او احد الناس او احد الاشخاص سألتني وبتقولي يعني انا كل مرة لازم اكتب بحسين يعني اكتب فردين خلي بالك من حاجة مهمة جدا هاتك بتعملي ماجستير بتعملي دكتوراه انت اصلا مرتبطة بالمشب بتاعك انا بقولك ما ينبغي ان يقول لو جبنا اي رسالة ماجستير او اي رسالة دكتوراه في البحوث الاجنبية الطالب هو بيعمل الماجستير والدكتوراه لسه بيتعلم فبالتالي بيكتب الفرد السفري والفرد البديل تمام؟ لكن لو نيجي إذا لم يراقب على البحوث المنشورة اللي بعد الدكتوراه يجب أنها لم يكتب ولا فرد سفري ولا فرد بديل نادرا لما حد في بيكتب لكن لو ان او بحاد ماجستير والدكتوراه المفروض ان تكتب الفرد السفري هو الفرد السفري و الفرد البحثي لان لا تنبغي تسمون الفرد السفري الفرد الأحصائي لان ليه حصلها تختبر إلا الفرد السفرية طيب وليه الفرد البديل يسمى الفرد البحثي لان فيش حد بيعمل فرد بيعمل بحث علشان يثبت ان مفيش فروق بالذكور والإناس في الزكاء مثلا او في التحصيل او في دفعية الانجاز حد بيعمل بحث عشان كده لان هو المنطق ان احنا نفترض ان الناس متساوية اذا كنت عايز تفرد العكس وتعمل تمييز يبقى ان تثبته بالبحث العلمي عشان كده الفرد البديل سواء كان موجه او غير موجه فنقول توجد فروق بين الذكور والإناس يبقى ده فرد بحثي غير موجه مش عارف انا عارف انه في فرق بس مش عارف اوجهه المين ماشي او فرد موجه فيقوله الله لصالح الذكور او لصالح الإناس يبقى اذا ده طبعا وفقا لايه وفقا للدراسات السابقة والإطار النظري وكلام زي ده اللي بنقعد نكتب منه عشرات بالمئات الصفعات ولا بنستفيد منه في اي حاجة في اي حاجة ولا في صغط فرود ولا حاجة تجد الباحث عمال يرس دراسات سابقة كلها بتقول حاجة معينة بعد يقولك فرود سفرية طب ليه يا سيدي عشان يبقى محايد مين قال لك انت عشان تبقى محايد انك تلغي التراس العلمي ومالبونها العلمي تراكم ازاي فوت معلش فوتولي النهاردة لاني يعني بقى اجد ما اقوم به من خبرات بحسية حاليا وما اقرأه من بحوث وما اقرأه من كذا مؤثر شوية على طريقة التفكير اذا الخلاصة كيف تؤثر احنا عندنا اربع حاجات قوة الاختبار حجم التأثير مستوى الدلالة وكمان مع الفرد البحثي موجه او غير موجه الاربع دول بيأثروا مع بعض في حجم العينة في حجم العينة ازاي بيأثروا خلينا نروح مع بعض بقى على الاس بي اس اس ووريكو الاكستنشنز اللي هيوضح لكم الكلام ده هو بصورة تفصيلية احنا مع بعض برنامج الاس بي اس اس وطبعا الخطوة الاولانية لازم حاجاتك تكون شفت الفيديو الاولاني اللي انا قدمت في زيه ازاي نربط برنامج الارب برنامج الاس بي اس اس نسخة 26 وتمشي بيه في قطوة خطوة علشان يظهر عند حضرتك حاجة اسمها ارب 3.5 كونفيجريشنز ارب 3.5 كونفيجريشنز ده يظهر وبعضين بناء عليه حتمشي على الخطوات لغاية لما تقدر تربط برنامج الارب برنامج الاس بي اس اس لو مش عندك شوف الفيديو انا حطولك في الرابط او خاطر تعرف طلوب بتاعا من الموضوع ازاي طيب ابلي ما انا اروح اعمل تسديب THE EXTENSION لازم تكون امنزلين الر 3.5 عند حضراتكم رجل عند حضراتكم عند الار النسخه دي واسطه بالجهب. زي ما حضراتكم شايفين انا في الار version 3.5 اهي نسخه طبعا قديمة لانها كانت في 2019 بس دي نسخه اللي هيقدر يفهمها برنامج الاس بي اس اس نسخه 26 مش هيقدر يفهمها من نسخه 3.6 وكلام زي ده. وازاي برضو يرجع للفيديو اللي انا قلته عشان خاطر تعرف ايه version اللي انت بتسطبها. فبعد ما سطبنا انت اكد ان انا طبعا ما سطب الفرجن دي تمشي بالخطوات. هتلاقي نفسك عندك النسخه دي. هتيجي هنا في الجزء ده كده. فخليني برضو ان انا اه هاجي ينوت وهم جاي كاتب كلمة instale.packages وافتح كوس وحكتب power pwr ولا حابش حاجه capital ومش حاجه حاجه capital. خليني برضو كده اعمل عليها زوم تاني عشان حضراتكم شايفين. يبقى الpower pwr. power هي بتكتب كده الباكيج اسمها كده. طبعا لان الباكيج عندي انا مستطبها بالفعل. فانا مش محتاج اكتب الامر ده واعمل انترز لان ده معانا هيستطبها لي مرة تانية. انا كل اللي هعمله بس هرجع مرة تانية مع حضراتكم. وهم جاي هلغي الامر ده كده كله. اكتب كده library اشوفها بس الموجودة عندي ولا لا. power pwr. اشوفها كده library موجودة. طبعا طالما ما اعطنيش اي error. خليني برضو اعمل زوم لحضراتكم. طالما ما اعطنيش اي error. يبقى الدنيا ماشية صحيحة. لانه هنا ما اعطنيش. ما اقليش ده مش موجودة. فخلي بالكم لان الار كيس سنسيتف يعني حساس جدا لحكاية الحروف الكابتة الحروف السمول. فالبي سمول والدابري سمول والار سمول. تمام دي مهمة جدا 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 جدا. عشان حضراتكم معايا في الصورة. خلاص اتفقنا. يبقى الpower library انا كده ستطبت الباكيج جديد. وباكيجش سغالة. هرجع تاني بقى برنامج الاس بي اس اس بعد ما عملت الخطوة دي. علشان خاطر اكمل. مع بعض دلوقتي احنا ببرنامج الاس بي اس اس. تمام. اه كل اللي احنا هنعمله هنروح الى الاكستينشنز واقامل يوتيلتز. واليوتيلتز هقوله انستيل كاستم ديالوج. طبعا انا كنت عملت الباكيج وجهزتها. وياريت برضو بالمناسبة انا وضح جدا في كلامي. اه في حاجات انا كنت عاملها فري بدون نواحي مالية. بدون فلوس يعني. لكن في حاجات انا عملتها بفلوس. فارجوكم ما حدش يحرجني ويقول لي فين الباكيج بتاعت الريباليتي او فين الباكيج بتاعت كزا. لان الحاجات دي يعني ا انا اعملها بمقابل مادي. ازا كنت شايفين الكلام بس يزيد الصورة عمل غير اخلاقي. ياريت برضو تقولولي وتنبهوني ان ده عمل غير اخلاقي حظتك المفروض. اه على رأيي محمود حميدة انا اهلي معلومنيش ببلاش وشان اقعد القعدة دي ببلاش. فارجوكم ما حدش يحملني فوق طاقتي ويقول لي الحاجة دي انا عايزة او مش عايزة. طيب اهنا هلق حالتي تست سامبلز الكالكوليشنز. تست سامبلز الكالكوليشنز. ده اللي انا عايز ايه ده حس بحجم العينه بالنسبه لاختبار تي تست. ده الباكتج اللي انا عايز استطابها. طبعا اقول له كده اوبن. وانتظر جاء بل رسالة دي بيقول لي الباكتج دي تم تستطابها. وموجودة فين اناليز كومبير مينز تي تست سامبل كالكوليشنز. بقوه حطها لي في الاناليز فانا اقولك كومبير زمين وتو تي سامبل كالكوليشنز. حرجع مرة تانية اروح عند الاناليز وكمبير مينز اهيه. وادور على تي تست حلقيها تي تست سامبل كالكوليشنز تمام تمام. وعم جاي يعمل له كده انتر. حيبدأ يسألني مجموعة اسئلة. بيقول لي اولا نوع الاختبار بتاعك ايه اقول له وان سامبل تي تست ولا بيرد سامبل تي تست. خليني ابدأ بال وان سامبل تي تست. قوة الاختبار بكام. فانا قلت له اولا قوة الاختبار تمانين وده اللي انا قلته ان تمانين. طب والإفكت سايز بتاعك بكام. قل له تلاتة يعني برضو نعتبر ضعيف لانه اقل من خمسة من عشرة. مستوى الدلالة كام خمسة من مية. ما احنا قلنا اما خمسة من مية. قلنا قلنا واحد من مية. او اي قيمة انت عايزة طبعا قيمة هنا من سفر الواحد. طيب لايه الطرف واحد ولا طرفين اقول له اولا ايدا لايه الطرفين. يبقى اذا قدي قوة الاختبار وادي حجم التأثير خليني بس ان انا ثم بعد كده حنزل تحت واقول له اوكي. خليني برضو اعمل cancel مرة تانية انا مش محتاج افتح data. انا مش محتاج افتح data. انا هنا مش محتاج افتح data. خلي بالكم في اوامر تانية لو عدت مثلا على analyze compare means. وقلت له مثلا واي واي انوفا مثلا. حيديني رسالة اقول لي انت مفتحتش data. اه اما ده مش محتاج data من اساسه. مش محتاج data. فانا حنزل تحت كده اقول له compare means وتي تست sample calculations. ده اللي انا اللي انا عايزه. زي ما قلت حيسألني اسئلة. حبدأ بالone sample t test والeffect size والكلام ذات. تمام. او مجاي بعد كده اقول له اوكي. اوكي معناها انفز لي الكلام ده هوات وقول لي النتاج ده. هنفتح كده وحنتظر بقى النتاج تزهل لي هناك. الناتاج اللي اعتظالي لازم تكون واضح فيها حجم العينة المتوقع بكام. هكتب لي هنا running by game program. بينفز البرنامج. اه واول مرة بياخد زي ما احنا اتفعنا بياخد وقت شوية. لكنه بسم الله ما شاء الله الامور زهر. بقول لي one sample t test power calculations. ايوة. ان اللي انت عايزها. ان اللي انت عايزها. ان اللي انت عايزها. تمانية وتسعة وتمانين. يعني محتاج تسعين. تسعين samples. ايس تسعين. افتت size زاعتك تلاتة من عشرة. ده انت زمانة كاتب. significant. ليه في خمسة من مية. الpower 80 two sides. فطبعا هنا بيقول لي حجم العينة بتاعتي اللي مطلوبة تسعين. عشان اكتشف. طبعا احنا قلنا حجم عينة. حجم عينة. طبعا مستوى حجم تأثير صغير. فعشان كده. مستوى الدلالة بتاعنا خمسة من مية. فعشان كده طلعت. اذا حجم العينة عندي بكامل اللي مطلوبة تسعين. يبقى انا عرفت منين. ادي حجم العينة بتاعتي تسعين. ودي حجم التأثير تلاتة من عشرة. ودي مستوى الدلالة. طبعا تحت من هنا في رسمة جميلة جدا. طبعا هنا برضو بيقول لي انت مستخدم على طول تل تست. تمام. خليني بس كده ان انا اوضح لحضراتكم ان في رسمة ظريفة جدا تحت الرسمة ديت. خلوني بس اخلص الاول ملقاسهم. هارجع مرة تانية خليني برضو ان انا اكبر الرسمة بحيس ان اكبر ده كده الاول. عشان حضركم تشوف شكل الرسمة لان شكل الرسمة ظريف جدا يعني. تمام. ادي الرسمة بتاعتنا. الرسمة بتاعتنا بتقول لي فيه علاقة ما بين السامبل سايز حجم العينة والتيست باور اللي هو وانباق ناقس بيتا. خلوني برضو معلشي انا فيه حاجات اللي لازم اعمل عليها زوم. في الجزء اللي هنا ده كده. تمام. اللي هو بيتكلم على ان التست باور قوة الاختبار واحد ناقس بيتا. فاتمنى ان اكون واضحة لحضراتكم واحد ناقس بيتا اللي هي ديت. ده انا بقصد الجزء ده كده. ايوة. وهنا عامل لي المحور الرأسي. هو ده قوة الاختب الاختبار والمحور الافقي حجم العينة. وهنا كاتب لي الاوبتيمال سامبل سايز حجم العينة المثالي تسعين. حجم العينة المثالي تسعين. قد بعض الناس يسأل وقول الله طب احنا نعم احنا في بحسنة بناخد عينات اكتر من كده وبتطلع دلالة. لان احنا بسم الله مش من الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. احنا بنطلع حجم تأثير رهيب. حجم تأثير بتاعنا في بحسنة كبير. تمام. فبالتالي وتبقى الفروق كبيرة جدا. يعني عشان كده هو ثلاثة من ع عشرة صغير. ولذلك عشان اكت لحدراتكم الفكرة. خلوني ارجع مرة تانية. ارجع مرة تانية مع حضراتكم. وارجع اكبر الشاشة مرة تانية. وحرجع على نفس المن هنا ممكن ارجع من هنا? وخلوني اعمل حجم التأثير مثلا آ 2 810. فبقى لكم مع ملاحظة مع ملاحظة ان انا قلت ان حجم العينة عندي ني 90 دا لو كان حجم العينة 3 10. طب لم اخلمي حجم التأثير بـ 8 10. تتوقع حضراتكم. ان حجم العينة ده حيصغر ولا يقل حجم العينة ده حيصغر ولا يقل حجم العينة اللي هو كم يا شباب اللي هو زي ما حاضراتكم شايفين في الجزء اللي تحت ده كده خلوني برضو كده عليه مرة تانية طالع optimal sample size 90 ده على اساس ان حجم التأثير 3 من 10 طب انا جيت هنا خلته 8 من 10 والباقي كله ثابت زي ما هو نوع الاختبار وطبعا حجم القوة ومستوى الدلالة كله ثابت بس انا قلت له انا اتوقع ان حجم التأثير عندي في العينة مش 3 من 10 بقى خلولي 8 من 10 تتوقع حضراتكم ان ان دي حتزيد ولا حتقل اللي فاهم من حضراتكم وليش عايز اطول عليكم اللي فاهم من حضراتكم يعرف ان حجم العينة لازم ايه يقل لان معناها انك انت ده طبعا حجم العينة اللازم عشان تكتشف فرق حجم اثر كبير بيقى اقل وازاك احنا هنعمل كده نرجع عينة تاني وحنقول اوكي مع ملاحظة ان الحاجة الوحيدة اللي غيرتها هي حجم الاثر واقول له كده وانتظر وانتظر لغاية لما تظهر الاوبتيمال سامبل سايز اشوفها عندي بكام برضو بيعمل رن وبعد ما يعمل رن هنا بقت حجم العينة 14 شايفين يا شباب حجم العينة 14 ما بين 90 نزل ل 14 وده لان انا بقول ان انا حجم الاثر عندي شايفين من 90 نزلنا تحت نزلنا تحت بقى حجم الاثر اللي مطلوب هنا عندي بكام اوبتيمال سامبل سايز عندي بخمستاشر حجم الاثر هنا عندي بخمستاشر طبعا المنحنة راح جهة تانية خالص وقال لي هنا عندك حجم الاوبتيمال سامبل سايز بخمستاشر ولزاك انت بقى احنا فقى بحسنة ببنطلعش 8 من 10 احنا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بنتطلع ب2 و3 و4 و5 فتخيل بقى حضرتك لو انت بتتكلم على قوة اختبار بهذا المستوى وجيت قلت والله طب انا حجم انا اتوقع حجم التأثير بتاعي مثلا اثنين ونص لانت حاجت ان حجم العينة بتاعتك ممكن يبو 3 ولا 4 حلوين قوي يعني حجم العينة حيصغر كتير طبعا هنا انا عامل الشرط ده لان انا مش مقتنع انا عامل شبه حضرتكم زارتلي ايه 2.5 فقلتله اوكي قال لي الحجم لازم يكون من 0 الـ 8 من 10 انا عامله كده لان انا متعمد لكن ده طبعا ممكن انا اعدله انا ممكن اعدله لكن انا بحس ان هو الراجل قال ان اكبر حجم عينة 8 من 10 حجم تأثير 8 من 10 فانا خلته زيه 8 من 10 لكن ممكن يتعدل ممكن يتعدل يبقى اذا اللي اتفقناه عليه مش اعدله دلوقتي حيعدله بعدين اذا كان لمعنى انا مش عايز ان انا ابرمج للخطأ ابرمج للخطأ وهو ان انا يكون عندي حجم التأثير عالي جدا في جميع الاحوال في جميع الاحوال طيب احنا عرفنا النقطة الولنية اذا انا وصلت 14 لما كان هنرجع مرة تانية ونقول انا لو انا خليت حجم التأثير بـ 6 من 10 انا اتوقع ان حجم العينة اللازم هيكون اقل من 90 لكنه هيكون اكبر من 15 ده انا اتوقعه فطبعا ممكن هون جاي عامل كده اوكي وانتظر واسنا ما هو بيخلص اكبر الشاشة شوية بس عشان نشوف مع بعض وانتظر كده في الجزء اللي تحت اشوف حجم التأثير لما هيبقى 6 من 10 بقى 23 6 من 10 يعني اعلى من 5 من 10 شوية طبعا الرسم ده الرسم ده بيغنيك عن كل اللي انا بعمله ده الرسم ده بيقولك ايه خليني اكبر شوية الرسم ده بيقولك ايه ادي احجام العينات في الجزء اللي تحت و ادي لو عايز مثلا لو حجم عينتك بقى 20 فتوقع انه قوة الاختبار بتاعتك هتكون يعني تقريبا تمشي كده خليني اعملها كده اعمل زوم برضو اعمل زوم كده يبقى لو انا كده اعملت او ان انا يعني بصيت على قيم حجم العينة من تحت لو كان حجم العينة بتاعتي مثلا مثلا لو انا اخدته عند من هذا الجزء من عند العشرين وطلعت طلعت لقيت لما قابلت الخط ده كده تمام هقدر اتوقع ان قوة الاختبار هتكون حوالي مثلا تلاتة وسبعين اتنين وسبعين سبعين في الرنج ده كده ده لو كانت حجم العينة كده طبعا في ضوء ايه في ضوء ان انا بافترض ان انا عندي بيانات اللي فوق حجم الاثر اللي هو افكت سايز ستة من عشرة والالفا ليفلز بتاعتي خمسة من مية من خمية طبعا في ضوء الكلام ده لو انا كانت حجم العينة بتاعتي اربعين اتوقع اطلع 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 لغاية لما قابل ان نقطة دي كده فانا اتوقع ان نكن لحظوا الشكل اللوجستي أو喇Pe لعل الموني مبان الساملك و موقع ساة اللي هو بيعمل يعني بيعمل كونفيرج يتقارد مع المية في المية لانو يفوف لانه مش ممكن قوة الاختبار تكون اكثر يعني مش ممكن حتى مية في المية مية في المية يعني لا فيش أخطاء مفيش كلام ده طبعا بيبقى كلام الوجيك كلام غير منطقلي غير منطقلي وبالتالي بنحضر التاني باللوجستي بالرغم ان كل ما حجم العينة حيزيد هنجد ان احنا واذاك لو انا خليت حجم العينة مثلا كبير جدا ممكن انا اغير حجم العينة نشوف قوة الاختبار لكن كل ده لو انا خليت حجم العينة خمسين هطلع 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 هوصل لازين نقطة يعني قربت من المية في المية لكن نظر ان احنا هنكون عند المية في المية برضو الامر ده يكون واضح لحضراتكم نرجع مرة تانية ونشوف بقية العوامل بشكل سريع نرجع بشكل سريع عشان حضراتكم تشوفوا بشكل لوجيك شكل منطقي لو انا حبيت ان انا ارجع تاني هنا ارجع تاني في هذا الجزء واقول له وريني كده اغير حاجة تانية اغير حاجة تانية زي مثلا انا هسيب ده رجحها تلاتة وده تسعين طبعا لو قوة الاختبار قلت قوة الاختبار قلت غلتها مثلا خمسين احنا فاكرين لما كانت تلاتة كانت تسعين طب لو قوة الاختبار قلت كل ما تقل القوة الاختبار قلت ما انت عايز حاجم عينة اكبر برضو خلي بالك من نقطة ديت يعني احنا قلنا تسعين لما كانت 80 في المية وكان حجم الاثر تلاتة 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 طبع اي فرط بقا انا عندي قوة الاختبار بقى كمان 50 وحجم الاثر تلاتين دي هتعدد 90 فخلي بالكم برضو لان كل ما بيزيد قوة الاختبار تقل لحجب العين المطلوبة ولازاك لو نيجي قوة الاختبار بتتحدد ازاي هنبقى بقى معا نتكلم فيه اختبارات قوية و اختبارات ضعيفة اكيد اكيد يعني 1 sample t test اقوى او 2 sample t test طبعا او 2 sample t test اقوى او 2 sample t test برضو الكلام ده مهم جدا الانوفا افضل او الانكوفا مين الاقوى طبعا كل الكلام ده محصوم في التريتشلز على فكرة انا ما بقولش كلامي يعني كده بايلاك لكنه محصوم في الامور دي خلوني بس اشوف قوة الاختبار انا بقول اتوقع لو انا فاهم صح ان حجم العينة هيكون اكتر من 30 لان انا للاسف بقى عندي قوة الاختبار ضعفة فتراما قوة الاختبار بتضعف فعشان عوض هذا الضعف فانا بحتاج ان انا حجم عينة اكبر طبعا لاحظوا حضراتكم هنا ان حجم العينة بتاعتي بقى اصغر 34 وده السبب ايه ان انا ارتضيت خلي بالكم ان انا ارتضيت ان يكون الاختبار بتاعي قوته اقل واحنا اتفعنا من الرسمة دي اتفعنا من الرسمة دي وانا واضح ان انا اتوقعي كان خطأ واضح من الرسمة دي ان كل ما بتزود حجم العينة بيحصل ايه بيتزداد قوة الاختبار لكن كل ما بتقل قوة الاختبار كل ما هيحصل ايه هتقل حجم العينة يبقى انا كان المفروض ان انا يكون توقعي كالاتي ان كل ما هتزيد قوة الاختبار كل ما هنزود قوة الاختبار كل ده ما هيكون يعني حجم العينة المتطلب لتحقيق هذه القوة كبيرة تمام؟ وكل ما هيقل قوة الاختبار كل ما هيكون حجم العينة المتطلب عشان احق يعني اجيب او يعني يكون الاختبار بتاعي قوته قليلة اكيد هتحقي عجم العينة صغير يبقى مرة تانية خلينا اوضح الجزء ده لانا اتوقعي فيه كان خطأ اتوقعي ان طبعا انا ما بتكلمش على ازاي ان انا يعني واضح ان انا عاش كنت عايز اعلي قوة الاختبار لازم ازود حجم العينة تهول صغير قوة الاختبار كل ما هيكون قوة الاختبار هتبقى اقل ولذلك هنا لما انا قلت في الجزء ده كدا ان انا عايز قوة الاختبار مسلا تبقى 60 فلاازم يكون هنا حجم العينة هيصغر تمام؟ كل ما ساصغر قوة الاختبار كل ما كون عيمة بتاعتي اصغر وده معناه ان الاختبار بتاعي جري جيد تمام؟ فده احيانا بيبقى الموضوع بها اصل الشكل إن نسخة أنGAN حجمالك إصلاح. كل ما بنزود قوة الاختبار، حجم العينة ستزيد. وكل ما نقلب القوة الاختبار، سيكون حجم العينة لازم يكون صغير. واحنا اوضحنا في الجزء اللي فات على طول ان احنا لما جينا وقلنا بالرسم كده وقلنا والله لو كانت حجم عينتي 20 يبقى توقع ان قوة الاختبار هتكون 25 زودت حجم العينة هتوقع ان قوة الاختبار تزيد قوة الاختبار تزيد قدرته على اكتشاف وجود فروق مرة تانية خليني اصحح للمرة التانية والتالتة هذا الخطأ ان لما احنا هنا هوت ف тов tep. لما قلنا هو الاختبار قوة او طعيف. لكن اقول لو حجمparedين لا قوة الاختبار ا ارتضيت بقوة marker ضعيفة فانا اتوقع ان انا ممكن يكون اختيح حجم عينة صغية اتطلب مني حجم عينة صغية لان العلاقة بينهم علاقة طردية ذيادة حجم العينة تق 지금은 زد كوة الاختبار و ضعف حجم العينة يقدي الى ضعف كوة الاختبار. وبالتالي انا لما جيت في الجزء كده وقلت они اقلل قوة الاختبار يبقى انا مع ذلك اقلل حجم العينة. يبقى مرة تانية عرفنا كوت الاختبار. طب خلينا نغير نوع الاختبار ونقول له مثلا عايز اتقدم independent sample test ونفس الموضوع ده نفس خلينا افكر حضراتكم بس بأن one sample test لما كنت عملت كده كان حجم العينة طلع تسعين لو حضرتكم تفتكروا في الجزء كده خليني ان انا اعمل الجزء دهوت او لما قال لي هنا تقريبا تسعين وهنا كتاب لي الoptimal sample size ده في حالة one sample test طب لو انا استخدمت two sample test وده برضه مضمن الحاجات اللي البعض ما بياخدش باله منها لان بتبقى مكتوبة وبعض ما بياخدش باله منها independent sample test انا بقى عندي مجموعتين يا ترى الحجم اللي بيطلع لي بيبقى العينة للمجموعتين على بعض ولا كل مجموعة لوحدها خد بالك لانه الحجم اللي بيطلع لكل مجموعة لوحدها فانا قلت له كده اوكي خلي بالك ان الوقت اخترت two sample test يعني او two independent sample to test فهنا بيقول لي two sample t test power calculations to two samples وطبعا بيقول لي مية خمسة وسبعين خلي بقى لك notes هنا notes مهمة جدا in is number in each group الله مية خمسة وسبعين ايوه مية خمسة وسبعين تمام مية خمسة وسبعين وانا عايز ان هنا بمية خمسة وسبعين بس فين في كل مجموعة يعني تجمعهم على بعض يبقى تلتمية وخمسين يعني انت احتاج عينة تلتمية وخمسين اذا كان حجم الاثر بتاعك يعني عايز مية خمسة وسبعين ذكور ومية خمسة وسبعين اناس كنت تتكلم عن هتقول لي برضو طب يا دكتور ما احنا بنعمل وبنطلع النتائج ممتازة جدا هقولك لان احجام التأثير عندنا خرافية خرافية لكن لو كانت حجم التأثير بتاعنا ضعيف وزاك لو انا برضو قررت الكلام ده وروحت عند جزء ده وقلت له طب نخلي حجم التأثير مثلا ستة من عشرة بس ده اللي هغيره خلي بالك انا عايز مية خمسة وسبعين انا فعجم التأثير بتاعنا اونهوت هيبقى كام المفوض ان حجم العينة بتاعنا هيصغر مش مية خمسة وسبعين ده انا قلت له انا عندي اربعة واربعين اربعة واربعين في كل مجموعة باز اربعة واربعين اربعين طبعا لو كبرنا ولحضراتكم حسبتم الفروق بين المجموعة التجربية ومجموعة الضابطة اكم اعظم بحسن هتلاقي ان الفروق رهيبة وشاسعة تمام يبقى برضو اكدنا على حجم التأثير طبعا برضو خليوني يبقى اذا نوع الاختبار بيردي سامبل تو تيست برضو بيردي سامبل تو تيست خليني ارجح هنا تلاتة برضو معهم لحظة ان في وان سامبل تو تيست طبعا بيردي سامبل تو تيست ده عينتين بس مرتبطتين وخليني بس ان انا اسبع كده وهقول له كده ما غيرتش حاجة دي الحالة اللي عطتتني في وان سامبل تيست تسعين وعطتني في اندبندن سامبل تيست مية خمسة وسبعين في كل مجموعة طب هنا بقى بيردي سامبل تو تيست خليني كده اقول له شوفها لي كده بيردي سامبل تو تيست هيبقى الحجم العينة المطلوب كام خلي بالكو ده ممكن تعمل الانوفا ويتعمل بيردي ستيست سامبل تسعة وتمانين بس نوت ان is the number of pairs number of pairs يعني ايه مش عدد الافراد افرد انها يعني عدد اذواجهم الاذواج يعني ايه الاذواج يا جماعة يعني نفترض مثلا ده ومش شرط مش شرط يا جماعة ان يكون قبل وبعد وانا قلت الكلام ده كتير ممكن لو انا عندي مجموعة من التواقم المتمثلة مجموعة من التواقم المتمثلة تمام فمجموعة من التواقم المتمثلة مجموعة من التواقم المتمثلة الا هيحصل هيبقى عندي اذواج يعني التوقم ده ولهو نظير يبقى ما باخدش مش عدد الافراد التوقم ده وعدد التوقم لا عدد الاتنين مع بعض يعني الاتنين مع بعض مجموحهم 89 يعني عايز 89 بس لانهم نفس الاشخاص بيقول لك بيرذ عشان خاطر لانهم بيرذ بيبقوا حتى لو ميجي نعملهم في التس بنحطهم جنب بعض بنحطهمش تحت بعض زي العينات المستقلة ده ايو اضح لحاجة مهم جدا 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 حاجة مهمه جدا 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 ان بيرذ سامبل تو تست اقوى اقوى من هتقولي دكتور دك دي كارثة اقولك اه طبعا دي كارثة يعني انت عاست قلنا ان لو واحد بيعمل قياس قبل و بعد قياس قبل و بعد يعني تعاينه واحدة ده اقوى فى التصميم التجريبي في الاقوى اقوى فى الاحصى مش بتصميم التجريبي اقوى في الاحصى من الاختبار ايوه لان البرد سامبل تي تست بيلغي الفروق الفردية لان نفس الافراد وبالتالي الاخطاء النتجة عن الفروق الفردية بتختفي لكن الحاجة المهمة جدا 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 من ناحية كتصميم تجريبي ايوم اقوى مش كاحصى كتصميم تجريبي لا طبعا عينتين مستقلتين اقوى بكتير لان انت ما تقدرش تقول ان الفروق دي نتيجة القياس القبلي والبعدي دي نتيجة المتغير التجريبي بتاعك ده فيه عشرين حاجة خاصة من التجريبي بتاعتك تاخذ فترة زمنية قضية خطيرة جدا قضية خطيرة جدا احصائيا 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 بنحل احصائية بيرد سامبل تو تست افضل زي ايه زي الريبيتت ميجر انوفا اقوى بكتير جدا من واي انوفا ليه لان نفس الافراد بعيد قياسهم اكتر من مرة وبالتالي تأثير الخطأ الناتج عن الفروق الفردية بيختفي احصائيا افضل لكن كمستوى التجريبي يعتبر اضعف لانك انت ما تقدرش تقول ان ما تقدرش انت عالتش ضبط ولا مكافأة ولا اي حاجة بينه وبينه متغير برضه انا مش عاوز ادوشكم لكن خلوني بس كده ان احنا راحزنا ان في حالة بيرد سامبل تو تست عشان نكون عند باور تسعين تمانين في تمانين احتاجت تسعة وتمانين بينما في الانديبيند سامبل احتاجت تلتمية وخمسين ده السبب ايه السبب ان البرد سامبل تيتست اقوى احصائيا من الانديبيندان سامبل تيتست لكن كان احيط تصميم تجريبي لو كنت بتكلم عن تصميمات التجريبية فهو يعتبر اضعف منه اضعف القياس القبلي والبعدي اضعف كتير جدا من موجود مجموعة تجريبية ومجموعة ضبطة المجموعة الضبطة اللي بتحييت قضايا طبعا للاسف محدش بيتناقش مئة الناس بسم الله ما شاء الله فتحوا البنامج الاس باس اس واشتغلهم بدون اي فهم الامور معين طيب يبقى احنا كده عرفنا طب لو انا غيرت مستوى الدلالة وخليته واحد من مية مستوى الدلالة واحد من مية يبقى انا اكيد هحتاج حجم عينة اكبر برضو توقعي هل هيكون صح ولا هيكون غلط عن شو بس انا هغير انا اتوقع عن الواحد عشان يكتشف فروق عنده واحد من مية دايم مفروض ان هو خلي بالكم لان القضية قضية ايه قضية ان انا متوقع ايه وقضية ان البرنامج بيدي ايه البرنامج بيدي الصح طبعا بس احنا لو احب بنحاول ان احنا نتأكد من كلمة اه مية تلاتة وتلاتين ده منطقي لانك انت عايز توصل الى فروق عند مستوى واحد من مية فلازم تكون حجم عينتك اكبر خلي بالك ده بيرد سامبل تي تست اللي هي كانت ميت شوية عشانه تسعين دلوقتي اعطيتنا مية اربعة واربعين اذا كنت حضرتك عايز توصلت فردك السفري عند مستوى دلالة عند مستوى دلالة واحد من مية من الف او واحد من مية اسف فتوقع ان يكون اتوقع ان يكون مستوى حجم العينة المطلوب هيكون اكبر من انك انت لو كنت عايز توصل عندي خمسة من مية قضايا مدخلة بعضها ما مش عارف انا عارف ان انا كنت قلت عايز الفيديو يخلص بس سرعة بس يعني هي طبيعة الامور كده فارجع مرة تانية وانا فاكر التسعين طب ارجح تاني خمسة من عشرة خمسة من مية اسف وخليني مثلا وان سامبل تي تست وان سامبل ممكن تبقى لس وجريترز حسب اتجاه لصالح الذكور ولا الاناس فخليني في الجريترز ليه اكبر هنا برضو اتوقع خلي بالك هنا التسعين ده اللي وصلت له عن طريق التسعين تمام حارجع مرة تانية الغي ده كده لازم يكون مختارين واحدة بس ما نفعش ان اختر اكتر من حاجة في نفس الوقت تمام هارجع مرة تانية في البردسامبل احنا كنا كان تسع وتمانين وقربناها قولنا نصة لتسعين طب لو انا ده في حالة تو تيل اه اه اختبار زود اتجاهين طب لو كان الاختبار ده اللي هو التسعين هي طب لو كان الاختبار بقى زود اتجاه واحد اتجاه واحد اللي هو ده والغي ده تأكد ان انا بلغي ده كده كان كده اه خلي بالك قد تخطأ وتحطي الاتنين اه اتوقع ان حجم العيني بقى اصغر برضو انا عايز اقولها بسرعة قبل ما تظهر لان انا بحاول ان ا اختبر فهمي اه اه حجم العيني اصغر ليه لان لو احنا عارفين ان الان تيل تست اقوى من التو تيل تست اقوى منه لانك انت واحد بيدور على حاجة في جهة معينة فالمفروض انه عارف بيدور علي ايه اه انا طبعا مش عاوز ان اطول الفيديو لكن انا بستمتع بكلامي معاكم اه فمرة تانية اكدنا على العلاقات كلما زادت قوة الاختبار كلما هكون حاجز حجم عينة اكبر زي ما قلت لو انا اه تسعين وعندي خمسة من مية وتو تيل تست احنا كنا عند الثمانين كنا محتاجين تسعين اه حجم عينة تسعين تقريبا طب لو خليت الباور تسعين هو كان ثمانين بيتسعين المفروض وفقا للرسمة اللي قدام حضراتكم دي حجم العينة يبقى يكبر يبقاش تسعين يبقى اكبر من تسعين تمام فدي برضو نقطة مهمة جدا طبعا بقى مية وتمنتاشر يبقى كلما زادت قوة الاختبار كلما كنا عايز اختبار اقوى كلما كنا عايز اختبار اقوى يعني اختبار قادر على اكتشاف الفروق مهما كانت صغيرة يعيPreكون في اما بقى يكبر حجم العينه تمام كلما حتزود كلما حتزود خليني ارجحها دي برضو 80 زي ما كانت كلما تزود حجم الاصر كلما يكون توقعك ان حجم الاصر بتاعك كبير طبعا دولة التسعين المفروض Lukggot المفروض الال فخليت حجم الاثر انا اتوقع ان تجربتي في حجم الاثر كبير يبقى محتاج حجم عينة اقل وبرضه هنقول الكلام ده بالاهواء لا مش بالاهواء طبعا بال33 بعد ما كانت 90 مش بالاهواء لان حضرتك لو انت عملت كده وكانت تجربتك حجم اثارها اقل من طلع حجم الاثر اقل مما تتوقع يبقى مش هيطلع لك دلالة ولا هيطلع لك اثر ولا هيطلع لك حاجة خالص يبقى اذا الموضوع بيتطلب تقرى دراستك السابقة كويس يكون عندك قدر من التوقع ليه حجم الاثر لو ما كانش موجود خليك في السيف سايد قول حجم الاثر بتاعي منخافض 3 من 10 او 2 من 10 شوف حجم العينة بتاعك خليك دايما في السيف سايد شوفنا الحاجة التانية اللي هو سيجنيفكنت ليفلز قلنا كل ما حنساوي ده سيجنيفكنت ليفلز كل ده ما معناه ان احنا حنكون غيرنا نوع الاختبار وشوفنا حكاية نوع الاختبار والفكرة ازاي انا طبعا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده بس سياريت محدش يطلب مني الاكستنشن ده لانه ليس بعجاني وليس بدون مقابل وطبعا مش عايز حد يطلبه حالس دلوقتي ولا مقابل او دون مقابل لانه لسه هطور فيه وحضيف عليه اختبار انوفا وحضيف عليه الريجريشنز وحضيف عليه المالتي ليفل ريجريشنز والمالتي ليفل اناليسيس والستركشار اكوشن موضلينج هنضيف عليه كل كل الاسليب الاحصائية اللي احنا ممكن نستخدمها انا بس بدأت معاكم في البرد سامبل تو تست والوان سامبل تي تست والاندبندن سامبل تي تست أركو يقولني الفيديو عجبك عجب الفيديو عمله لايك تعرف حد يستفيد بعمل له شير في جماعة الأحوال ولا تنسى تعمل سبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته